وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني طلع الوزير على الوضع العام لحالة المرافق التابعة للمركز وذلك لأهمية تجهيزها وصيانتها في الوقت المناسب تمهيدا لموسم الاستزراع القادم والذي سيتم فيه رفع الطاقة الانتاجية للمركز بشراكته مع القطاع الخاص وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالا للنجاح الذي حققه برنامج تأهيل وتدريب عدد من الكوادر البحرينية على الاستزراع السمكي الذي أقامته الوزارة بالتعاون مع صندوق العمل تمكين واستهدف تدريب 15 بحرينيا في مجال استزراع الأسماك المحلية داخل وخارج المملكة وأكد خلف أن قطاع الاستزراع السمكي يشكل محورا مهما ضمن استراتيجية الوزارة خصوصا أن قطاع الثروة السمكية يعد مرتكزا مهما ضمن مصادر الغذاء للمواطنين والمقيمين في المملكة وأشار إلى استمرار الجهود لاستقطاب المزيد من شركات القطاع الخاص لإطلاق مشروعات استثمارية من شأنها تعظيم الانتاج المحلي من الأسماك بما يحقق الاكتفاء الذاتي في المملكة ترجمة نانسي قنقر